اهلا بكم اعزائي طلبة وطالبات الصف الاول الثانوي مع درس جديد من منهج رياضيات فرع حساب المثلثات لقاءنا اليوم مع درس الزاوية الموجهة هنبدأ مع بعض تعريف الزاوية الموجهة الزاوية احنا درسناها من قبل ولكن كلمة الموجهة هي بالنسبة لنا الجزء الجديد ايه هو كلمة الزاوية الموجهة وتعريفها تعال نرسم الزاوية زاوية الف بهجيم زاوية عادية احنا درسناها من قبل في المرحلة التدائية والمرحلة الاعدادية ولكن كلمة الموجهة بتوضح لنا انه لها اتجاه فتعال مع بعض نتعرف على التعريف ومن خلال التعريف نناقش مع بعض تعريف الزاوية الموجهة ايه هي زاوية الموجهة؟ هي زوج مرتب وطبعا لما درسنا زوج يبقى تنين ومرتب يعني المسقط الأول اللي ترتيبه في الأول والمسقط الثاني اللي ترتيبه في الثاني والترتيب ده مهم من شعاعين احنا عارفين هاته شعاع الشعاع باء ألف والشعاع باء جين لهم نفس نقطة البداية وهي النقطة باء الشعاعين دولت بنسميهم ضلعة الزاوية يعني شعاع باء ألف والشعاع باء جيم هم ضلعة الزاوية الضلع الأول اللي كتبناه في الأول هو باء ألف هنسميه الضلع الابتدائي اللي بنبدأ برسم الزاوية والضلع الآخر بنسميه الضلع النهائي عشان كده ما هيكتب عندي الزاوية هكتبها بالشكل ده زاوية ألف باء جيم الموجهة هيبقى كتابتها كزوج مرتب باء ألف كشعاع وباء جيم كشعاع الترتيب ده مهم بالنسبة لنا جداً لأن كتابة الزاوية ألف باء جيم يبقى الشعاع الأول عندي هو باء ألف هو الضلع الابتدائي باء الشعاع الشعاع باء ألف في الدوران دار في هذا الاتجاه وبالتالي الزاوية دي اسمها زاوية ألف باء جيم تعالنا نشوف مع بعض لو حبينا نعكس كتابة الزاوية جيم باء ألف هيبقى تعبيرها عندي كزوج مرتب الشعاع باء جيم والشعاع باء ألف ليه؟ لأن أنا بدأت بجيم باء ألف يبقى الشعاع الأول اللي ابتدائي باء جيم الشعاع الثاني باء ألف وبالتالي أما نرسم الزاوية هيبقى الضلع الابتدائي عندي هنا هو باء جيم حصل إيه الضلع الابتدائي تحرك في هذا الاتجاه لنحصل على الزاوية جيم باء ألف وبالتالي الزاوية ألف باء جيم الموجهة لا تساوي زاوية جيم باء ألف الموجهة هتقولي طب ليه؟ ما احنا كنا وغدين قبل كده رسم الزاوية هنا؟ زي رسم الزاوية هنا بالضبط إيه الفرق يعني؟ هقولك الفرق عندي أصبح هو الاتجاه الزوج المرتب باء ألف وباء جيم لا يساوي الزوج المرتب باء جيم وباء ألف وبالتالي زاوية ألف باء جيم الموجهة وضحة كلمة الموجهة لا تساوي زاوية جيم باء ألف الموجهة تعالوا معايا ندرس القياس الموجب والقياس السالب للزاوية الموجهة هو الزاوية ليها قياس موجب وقياس سالب؟ طبعاً مش هنحددنا من شوية دلوقت اتجاه الزاوية والاتجاه ده هو عبارة عن اتجاه دوران وانت درست من قبل ان الدوران ليه اتجاهين في المرحلة الاعدادية في اتجاه موجب واتجاه سالب وبالتالي الزاوية بتاعتنا عندنا لما ندرسها يهمين الضلع الابتدائي هو تحرك في الاتجاه الدوران الموجب ولا اتجاه الدوران السالب؟ لو تحرك في اتجاه الدوران الموجب اللي هو عكس عقارب الساعة هتبقى الزاوية موجبة تعالوا نشوف مع بعض الزاوية ديت الضلع الابتدائي بتاعنا هو باء ألف ايه اللي حصل للضلع ده دار في هذا الاتجاه الاتجاه ده مع عقارب الساعة ولا ضد عقارب الساعة شباب ممتازين ضد عقارب الساعة ودرسنا ده في المرحلة الاعدادية لاحظنا ان الف باق جيم زاوية موجهة ضلعها الاتدائي وصل بالضوران للضلع ان هي عكس اتجاه عقارب الساعة وبالتالي الزاوية دي هتبقى قياسها قياس موجب تعالوا ندرس مع بعض الشكل الاخر زاوية جيم باق اهو احد يقول لي باق جيم لان لاحظ معانا بدأت الضلع الاتدائي هو واتجاه الدوران كده يبقى انا الضلع باق جيم هو ضلع الاتدائي فما هقرأ الزاوية هقرأها جيم باق الف الضلع الاتدائي باق جيم ضار في اتجاه مع عقارب الساعة ليصل الى الضلع باق الف وبالتالي الزاوية دي هتبقى زاوية قياسها سالب لانها ضارت مع اتجاه عقارب الساعة وبالتالي نعرف ملحوظة مهمة جدا ان اي زاوية موجهة لها قياسان احدهما موجب والاخر سالب بحيث مجموع القيمتين المطلقتين لهما يساوي 360 درجة اوجد القياس السالب للزاوية 120 الزاوية 120 كتبهاي لقياس موجب تعال معايا نشوف الرسم انا رسمت زاوية قياسها 120 لاحظ اني حددت الزاوية 120 درجة باتجاه عكس اتجاه عقارب الساعة ليه؟ لانه قل القياس موجب رسمت الزاوية دي طب هو فين القياس السالب بتاعها؟ هو القياس العكسي كأن الضلع الابتدائي ده هيدور في الاتجاه مع عقارب الساعة علشان يوصل للضلع بقى جيم علشان يبقى القياس سالب طب اجيب ده ازاي؟ لو انت معايا رجعت للصف الاول الاعداء دي هتلاقي ان احنا اخدنا ان القياس الدائرة هو 360 درجة علشان الف دايرة كاملة يبقى اني لفيت 360 درجة طب انا ملاحظ انه زاويتين بس معايا في الدائرة واحدة فيهم 120 اجيبي التانية ازاي؟ اقول لك هنترحها من 360 بس انت لو طرحتها من 360 هيديني برضو قياس موجب طب ما اللي انا عايز ايه؟ هقول لك هنترح الزاوية نفسها هنترح منها 360 ازاي؟ هنقول 120 ناقص 360 يديني سالب 240 ونرجع لقاعدة اللي قلناها القياس الموجب عندنا هنا كام يا شباب 120 والقياس السالب كام؟ سالب 240 تعال نجيب القيمتين المطلقتين للزاويتين وندمعهم طبعا هنا 120 موجب هتفضل زي ما هي 120 زائد القيمة المطلقة السالب 240 هيديني 240 يطلع عند المجموع 360 وده احنا قلناه من شوية ان مجموع القيمتين المطلقتين للزاويتين المجابة والسالبة لنفس الزاوية لازم يطلع معايا 360 أوجد القياس الموجب للزاوية سالب 120 لاحظ معايا هنا أنا جبت الزاوية إيه؟ سالبة هرسم معاك الزاوية بص معايا رسمت الزاوية لاحظ معايا الزاوية اللي رسمتها هتقول لي هي نفس الزاوية اللي فوق أقول لك لا في حاجة مختلفة مين ملاحظ معايا شباب؟ أه شاط ممتاز فعلا أنا هنا الضلع الابتدائي هو باق جيم وليس باق ألف وبالتالي الضلع باق جيم ضار في هذا الاتجاه والاتجاه ده مع قريب الساعة وبالتالي هو اتجاه سالب فعتقد كده القياس الزاوية بتاعتي هو سالب 120 أنا عايز القياس الموجب بتاعي هتقول لي نفس الكلام بس بدل ما كنت هطرح 360 هعمل ايه؟ هزوة 360 يبقى سالب 120 زائد 360 هيديني 240 ونفس الكلام لو جبت القيمة المطلقة لسالب 120 زائد القيمة المطلقة ل240 هيديني المجموعة 360 وده بيأكد لي القاعدة بتاعتي اللي هي مجموعة القيمتين المطلقتين اللي الزاوية بالقياس الموجب والسالب يكون معايا 360 درجة تعالوا معايا ندرس الزاوية الموجهة في الوضع القياسي الزاوية الموجهة درسناها الوضع القياسي هو وضع معايا للزاوية يكون لها شكل معايا بص معايا على الاشكال اللي انا رسمها ليت شايف الزاوية الاولى انا محددلك الضلع الابتدائي بتاعي باللون الاخضر والاتجاه بتاعه دي زاوية مجابة ولا سالبة يا شباب ممتاز عكس عقارب الساعة يبقى مجابة الزاوية التانية اضلع الاتدائي برضو باللون الاخضر ومجابة ولا سالبة زي اللي قبلها مجابة الزاوية اللي عندنا هنا اضلع الاتدائي برضو باللون الاخضر مجابة ولا سالبة ممتازين سالبة لانها معايا عقارب الساعة كل الزوايا اللي عندي دي هي زوايا موجودة في الوضع القياسي مين يقول لي إيه اللي مشترك بين كل ده لحظ معي الضلع الابتدائي واتجاهه الضلع الابتدائي واتجاهه ظلع الابتدائي واتجاهه لحظ الضلع الابتدائي كله في اتجاه محور السينات الموجب صح؟ تمام مين ملاحظ حاجة ثانية؟ ها أيوة أيوة موجب؟ لا موجب وسالب في موجب عندنا وفي سالب يبقى مش هافر معنا الزاوية ان كانت موجب او سالب ولكن بص معايا على رأس الزاوية هنا موجودة فين اه ايوان تمام بدأت تلاحظ معايا رأس الزاوية بتكون نقطة الاصل النقطة سفر وسفر وبالتالي فيها عندنا شرطين عشان الزاوية تبقى الزاوية الموجهة في الوضع القياسي ايه هم الشرطين دولة ان يكون الضلع الابتدائي هو محور السينات الموجب والشرط التاني ان يكون عندنا رأس الزاوية هو نقطة الاصل يبقى هي زاوية ضلعها الابتدائي هو محور السينات الموجب ورأسها نقطة الاصل اللي هي سفر وسفر زاوية موجهة ليست في الوضع القياسي تعال معايا انا هرسم لك بعض الزاوية وتقول لي ايه سبب ان الزاوية دي ليست في الوضع القياسي شوف معايا اول زاوية ايه اللي انت شايفه انا شايف زاوية ضلعها الابتدائي على محور السينات الموجب تمام اول شرط يا بصر هو ايه المشكلة بالنسبة لنا رأس الزاوية فين هتلاقي رأس الزاوية عندي موجودة على النقطة سفر وسفر ولا بعيدة عن سفر وسفر نقطة الاصل ايه رأس الزاوية ليست على نقطة الاصل وبالتالي هي زاوية ليست في الوضع القياسي نشوف الشكل التاني ايوان رأس الزاوية موجودة على نقطة الاصل صح يا شباب اه موجودة هي مصر والضلع الليب ايه الايه الايه اوعى ده ليست ضلع الابتدائي طب عرفت انه يا مصر جايب لك الاتجاه بتاع الدوران اهو يبقى فين الضلع الابتدائي هو ده واو الضلع الابتدائي فين موجودة على محور السينات الموجب لا طبعا وبالتالي هذه الزاوية ليست في الوضع القياسي علشان ضلعها الابتدائي ليس على محور السينات الموجب شوف معايا الرأس ما ديت على محور السينات الموجب لا 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 هو بيوزيه ولكن ليس على محور السينات الموجب وبالتالي الزاوية دي ليست في الوضع القياسي وكمان نقطة الاصل عندنا ليست رأس الزاوية وبالتالي الزاوية دي ليست في الوضع القياسي علشان الشرطين معاً ما تحققوش رأسها ليست نقطة الأصل ووضع العهل ابتدائي ليس محور السينات الموجهة الزوايا الموجهة المتكافئة كلمة جديدة بالنسبة لنا المتكافئة احنا تعاملنا قبل كده في الجزء الأول مع الزوايا الموجهة كلمة المتكافئة ولاحظ معايا ما قلناش المتساوية هتبقى عبارة عن ايه بص معايا الزوايا نرى اسمها ديت زاوية في الوضع القياسي وقياسها هو قياس مجاب لانه عكس اتجاه عقارب السينات طب تعالي معايا لو انا اتحركت بالضلع الابتدائي ده انا اتحركت من هنا لهن لو انا لفت بالضلع الابتدائي ده دورة كاملة تاني شايف معايا الضلع هنا اللي حصله الضلع الابتدائي هو دور وصل لهنة متوقفش كمل دورة كاملة لحد ما وصل لهنة تاني في الاخر قياس الزاوية دي هيبقى كام لو افترضنا ان الزاوية اللي عنده هنا ستين درجة طب الزاوية دي هتبقى كام الضلع الابتدائي دار بمقدار كام درجة هو دار لحد هنا وصل لستين وبعد كده من هنا بدأ من هنا دار تلتمية وستين درجة يبقى زياد تلتمية وستين يبقى وصل لكام 420 درجة يبقى بالفعل الزاوية دي قياسها 420 درجة لكن لاحظنا حاجة ان الضلع النهائي هنا في الزاوية ستين هو هو الضلع النهائي هنا في الزاوية 420 تعال معنا نشوف الشكل التالت ده الزاوية هنا احنا اتفقنا عليها سيتا ولتكن برضو زاوية ستين درجة الضلع الابتدائي اتحرك من هنا لحد الضلع ده ستين درجة توقف؟ لا ما توقفش دار دورة كاملة تانية تلتمية وستين درجة صح؟ تعالوا شباب نجمع تلتمية وستين زائد دار تاني دورة كاملة تلتمية وستين درجة تانية يبقى نجمع تلتمية وإيه؟ وستين درجة اما نجمع عندنا ده وقت هيطلع عندنا كام؟ سبعمية وتمانين درجة بس برضو هنلاحظ حاجة ان الضلع الابتدائي لما توقف الضلع عند ستين درجة للضلع النهائي هو هو نفس الضلع لما توقف عند 420 درجة هو هو نفس الضلع لما توقف عند سبعمية وتمانين درجة بنقول على الزاوية دي بقى اللي هي الزاوية ستين والزاوية 420 والزاوية 780 أنها زاوية متكافئة وما نقدرش نقول متساوية لأن المتساوية المفروض يكون لها نفس القياس نفس القيمة لكن هنا 60 هنا 420 هنا 780 ولكن الضلع النهائي لها هو نفس الضلع النهائي لو حبينا بقى نقول إيه هي الزاوية الموجهة المتكافئة وتعرفها بعد الشرح اللي شرحناها ده كله هنقول هي إيه هي زاوية في وضعها القياسي زي ما انت شفت كده كل زاوية اللي رسمتها في وضعها القياسي ولها نفس الضلع النهائي وده اللي يهمني إن الضلع النهائي يكون واحد وتكون بإضافة أو طرح 360 درجة أو مضاعفتها للزاوية يعني لو الزاوية عندي سيتا أقدر أجيب زاوية مكافئة لها إزاي؟ أزود عليها 360 أو أطرح 360 أو مضاعفات 360 فهيكون عندي القاعدة بتاعتي لو حبيت أجيب أي زاوية مكافئة لزاوية سيتا هزود 360 أو مضاعفات اللي نون في 360 لو حبيت أجيب زاوية مكافئة هقول سيتا ناقص نون في 360 نون دي ممكن نعبر عنها بأي عدد صحيح يعني دورة أو دورتين أو ثلاثة نعبر عنها بواحد أو دين أو ثلاثة يعني نقدر نزود 360 أو نطرح 360 نزود 720 أو نطرح 720 تعالوا معي ناخد بعض الأمثلة على الزاوية الموجهة المتكافئة أوجد قياسا مجابا وآخر سالبا للزاوية 60 الزاوية 60 هو من الدهاني هنا زاوية مجابة ولا سالبة؟ من الدهاني زاوية مجابة طب تعالوا معي عشان أجيب قياس موجب هعمل إيه؟ أزود 360 360 أما زودها على الستين هيديني 420 يبقى الزاوية 420 درجة دي هي زاوية مكافئة للزاوية 60 قياس موجب طب عشان أجيب قياس سالب هطرح 360 يبقى هقول 60 ناقص 360 هيديني سالب 300 يبقى الزاوية سالب 300 هي زاوية مكافئة للزاوية 60 بالقياس السالب أوجد قياسا موجبا وآخر سالبا للزاوية سالب 60 هو مديني هنا زاوية قياسها إيه شباب؟ قياسها سالب علشان يجيب قياس موجب اتفاقنا الزاوية 360 أو مضاعفات 360 يبقى هقول سالب 60 زاوية 360 هيديني 300 يبقى الزاوية 300 هي زاوية مكافئة بالزاوية سالب 60 ولكن بالقياس الموجب طب زي نجيب قياس سالب آخر هنطرح 360 يبقى سالب 60 الزاوية اللي هو مدهاني هطرح منها 360 يديني سالب 420 وبالتالي الزاوية سالب 420 هو قياس سالب مكافئ للزاوية سالب 60 بالقياس السالب تعالوا معي يا شباب نعرف موقع الزاوية الموجهة في المستوى الإحداثي أنت درست الإحداثيات وعرفت عندي في الشبكة التربع المتعامدة أنها مقسمة إلى 4 لو بصيني مع بعض كده على الزاوية دي الزاوية دي الزاوية دي عندنا الضلع النهائي اللي أنا نخليه باللون الأحمر دوت عشان يبلغ موجود في الربع الكام؟ في الربع الأول لو بصيني على الزاوية التانية الضلع النهائي موجود في الربع التاني لو بصيني في الزاوية دي هنلاقيها موجود في الربع التالت وبالتالي ما أقول على الزاوية دي في المستوى الإحداثي هقول موجودة في الربع الأول زي ما أنا كاتب كده هنا في الربع التاني هنا في الربع الإيه؟ التالت يعني أنا أقدر أحدد الزاوية الموجهة بتاعتي في المستوى الإحداثي ازاي؟ يتحدد موقع الزواية بالربعة الذي يقع فيه الضلع النهائي للزاوية الموجهة يبقي انا اللي يهمي هنا مش الضلع الابتدائي اللي يهمي الضلع النهائي condit sawi'd who wora's bedroom يحدد الزاوية الموجهة موجودة في المستوي الاحداثي في اى ربع اما هييجي يسألني على الزاوية الموجهة و موضعها فين كيب بالنسبة لمستوي الاحداثي هيسألني يقول إيه هيقول عين الربعة الذي تقع zuvor الزوايا الاتية فعندي السؤال بتاعي مديني زاوية 120 درجة الزاوية 120 درجة دي عندي تعالي معايا كده نشوف المستوى الاحداثي هفاكر معايا ده الربع الاول اللي كان بيبدأ من كام لكام من سفر درجة الى 90 درجة كان الربع التاني بيبدأ من كام من 90 الى 180 درجة وكان الربع التالت عندنا بيبدأ من 180 الى 270 درجة والربع الرابع والاخير كان بيبدأ من 270 ل 360 درجة الزاوية 120 ها شباب يما موجودة فين هتبقى الزاوية 120 كده الضلع النهائي بها هنا صح الزاوية النهائي هو الزاوية تبقى كده 120 درجة وبالتالي اما اقول زاوية 120 درجة الضلع النهائي موجود فين يا شباب في الرابع الثاني يبقى الزاوية 120 تقع في الرابع الثاني فعلا الزاوية الثانية مديني زاوية سالب 100 درجة سالب 100 درجة ده قياس سالب علشان احدد الرابع اللي هتقع فيه هعمل ايه؟ هجيب اول قياس موجب ليها طب ازاي اجيب قياس موجب يا شباب لست واخدانها من شوية اجيب قياس موجب ازاي لأي زاوية سالبة؟ هزاوية 360 او مضاعفات 360 فهقول عندي سالب 100 زائد 360 هيديني 240 لو حبيت ارسم زاوية عندي 240 درجة دلعها الابتدائي اهو و 240 بيهوصل فين يا شباب؟ هوصل الضلع النهائي هيبقى في الرابع الثالث وبالتالي الزاوية 240 تقع في الرابع الثالث الزاوية الثالثة هي 660 درجة دي زاوية 660 انا عارف ان الزاوية بتاعتي اخري 360 ايه 660 دي هجيبها ازاي؟ هقولك بسيطة مش احنا اتفقنا ممكن اجيب زاوية موجهة مكافئة للزاوية 660؟ اه طب تعالي معاقي لو طرحنا 360 من 660 غيرنا حاجة مش دي زاوية مكافئة؟ اه طب تعالي معايا 660 ناقص 360 يديني كم؟ 300 تعالي نرسم الزاوية 300 الضلع بتاعي نفس الضلع هتحرك لحد ما اوصل ل300 هوصل فين؟ هوصل هنا يبقى انا موجود في الرابع الكام يا شباب موجود في الرابع الرابع يبقى الزاوية بتاعتي موجودة في الرابع الرابع تعالي معايا ناخد اخر مثال في هذا الموضوع وهو الزاوية سالب 700 الزاوية سالب 700 هتقول لي برضو ما زاوية الزاوية اللي قبلها يا مصدر 660 زاوية كبيرة قوي ودي زاوية برضو صغيرة قوي انا عايز زاوية يا مصدر من سفر لتلتمية وستين اقولك موجودة في الرابع الكام؟ اقولك طب تعالي نجيب زاوية مكافئة للزاوية سالب 700 نطرح منها كام؟ ولا نزود عليها كام؟ لا مش هنطرح يا مصدر ايوة شواطر ممتاز لان انت لو طرحت يطلع قيمة سالبة اخرى اصغر من السالب 700 يبقى هنزود عليها 360 او مضعفات 360 يبقى هنقول عندنا سالب 700 هنزود عليها 2 في 360 مضعفات 360 هيديني زاوية كام؟ زاوية 20 درجة لو حبيت ارسم الزاوية 20 درجة ده العقل ابتدائي محور السنات الموجب و20 درجة هيديني زاوية موجودة في الرابع الاول وبكده نكون يا شباب نهينا درسنا عن الزاوية الموجهة اللي درسنا فيها الزاوية الموجهة تعريف الزاوية الموجهة الزاوية الموجهة في الوضع القياسي موضع الزاوية الموجهة في مستوى الاحداثيات وقياس الزاوية الموجهة الموجب والسالب واشوفكم في حلقة قادمة ودرس اخر من دروس حساب المثلثات والى اللقاء موسيقى